فطيرة بالجبن الرومي فطيرة بالجبن الرومي المبشورة دي بقى حاجة شبه الفطيرة المشالتتة بس محشية بالجبن الرومي دي حاجة كده أكلة بقى بدل صدقات المدرسة يعني تروح المدرسة بقى تروح أي حتة حلوة جدا ومش تقيلة خالص يعني معقولة جدا هي سبه الفطير بس استمنا فيه مش حبان كتير قوي مشروبة جواها بس حديها طبقات من الجبن الرومي إزاي بقى؟ أنا هعمل فطيرة واحدة بكوبتين دقيق طبعا اللي تعجبوا يعني يجربها واللي تعجبوا يكمل بعد كده يحب يعمل فطرتين تلاتة زي ما انتوا عايزين لأن هي درجة حفظها بتبقى هيلة جدا في الفريزر لما أنا بعملها ووضبها وحطها في صنية وحشالها في الفريزر وطيعة أنا بطلحها بس كده لو أنا الصبح عايزة أعمل طلحها في التلاجة وبعدين نحطها في الفرن تبقى هيلة بقى بتبقى أحلى كتير جدا من اللي أنا لسه عاملها دلوقتي بس الأول جربي مرة بكوبتين دول وجربي الفطيرة حلوة وتهامل تمام اعملي بقى ايه فطرتين تلاتة اربعة بس يعني ما تكتريش عن تلاتة اربعة أنا أقصد إيه أن أنا مثلا أنا عايز الصبح عايزة أعوديهم حاجة حلوة وما رايحين المدرسة أو الشغلة أو أي حاجة بروح منزلها من الفريزر في التلاجة من تحت بتلاقيها ايه فكت أصحى من النوم بقى كده وانا بلبس وبعمل بروح أتقى في الفرن على طول بتستوي وبتبقى جميلة جدا خصة بكل الفرن بتاعك لازم يكون حامي خلاص فأنا عندي هنا كبتين من الدقيق معلقة من السكر رشة من الملح وعجن بمية دي كده العجينة فاش حاجة تانية كبتين من الدقيق معلقة من السكر رشة من الملح وبعجن بمية هحشيها جيبنا رومي وهدهن سامنا وعجن يلا بسم الله الرحمن الرحيم كبتين من الدقيق كبتين من الدقيق معلقة من السكر رشة من الملح ما عجب بقى بمية نقلب الأول دول برضو الفطيرة دي ما بتتعجنش كتير يعني ما بقعد شلت بقى كتير كتير عجين كده لأ هي أول ما تلم المية خلاصة بقعد شلتين موسيقى 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 وأسيب بقى كده الفترة دي السمن اللي جوه ده يجمد يعني أسيبها طبعا إحنا في الساعة فهتلاقيها على طول جمدك بسيبها قد نص ساعة أو عشرين دقيقة مثلا أو ربع ساعة بس أنا ما هيتمسك وأبدأ أما أجي أفردها على طول تفرد معايا